صباح الخير يا جماعة للأسف أنا لسه شايف الفيديو حالا كامل بتاع البنت دي والله العظيم الفيديو كان 33 ثانية تقريبا أو 34 ثانية بالزبط للأسف الفيديو بشع أنا مش هقول بقى زي بقى القنوات الفيديو بشع وهوضل الكلم وخلاص لا أنا أوصف لكم اللي أنا شفته بالزبط أي نعم مش هقدر أنشر لكم الفيديو عشان حرمة الميت وعشان حرمة والمنظر بشع وما حدش هقدر استحمله خصوصا إخواتنا عين الصغيرين ولكن أنا أوصف لكم اللي أنا شفته بالزبط مش هقدر أتكلم وهري وخلاص زي بقى القنوات يعني لأ بجد اللي أنا شفته بعناي هقول لكم كل اللي شفته البنت دي طبعا إحنا عارفين حكايتها اتخطفت وبتاعه والطلب فيديو والكلام ده كله فيه طبعا اللي بيقول أن البنت دي كانت بتحب حد والحد ده أخدها وفيه حد تاني بيقول أن البنت دي اتخطفت من العصابة والناس طلبين فدية من أهل البنت فيه حد تالت يقول لك الأب كان سالف فلوس والفلوس دي مرضيش يرجحها فالعصابة راح يواغدينها في كلومبيا راح يواغدينها أو في الهند راح يواغدينها وعملوا فيها اللي أنا أقول لكم مع لي دلوقتي ده الله أعلم بأنه هواء اللي صح أنا مش بأكد ومن ساعة ما طلعت فعلا الحمد لله ما أكدتش أن ما فيش مصدر موسوك وأنا مش متعود أخد كلامي من من أي صفحة على الفيسبوك ولا من أي مكان اتقال بيتج حتى لو كبير مش متعود لأن أنا عارف في الإشعاعات كتير ومجرّة في قضية كتير وفي أخبار كتير الإشعاعات بتبقى عاملة إزاي فتعلمت فمشاجي بعد ده كله أن يكون خبر أي كلام وصدق عليه وخلاص لأ الحمد لله رب العالمين الأخبار ما بصدقش عليها إلا ما بتكون مصدر موسوك ولما ببحث عنها أكتر من مرة وأتأكد منها جدا يعني لأن في النهاية دي في وشة أنا مش في وشة حد تاني اللي حصل بقى للبنت بما يرضي الله في الفيديو لكان فيه قطع رقبة ولا الكلام ده كله هو الوش بتاعها كان عليه دم وكل حاجة ولكن ما كانش فيه قطع رقبة يعني زي ما تقال أنا مجد كنت الفيديوهات اللي كنت مشوفها كان فيها زي نظام حد بيقطع وأنا كنت مفكر على حسب الكلام اللي بيقوله إن في قطع رقبة بس تطريبا اتكلمنا مش مصبوط دي أول حاجة تاني حاجة القطع اللي احنا شفناه بجد أو اللي أنا شفته في الفيديو الثلاثة تلاتين سانية أو الربعة تلاتين سانية كان عبارة عن واحد بيقطع أحشاء جسمها وبطناها عشان يطلع على المصارين وفعلا طلع على المصارين كلها وللأسف يعني بيتلحها بكل وحشية مسك السكينة أو السطور والسطول كده وبيقطع جسمها من ظهر السطور يعني مش مش بيقش السطور أو بيقش السكينة لأ بدهرها وعمال ينحت كأنه مسك خروف يشفيه بالزبط زي ما بيشفي الخروف كده من العظم والكلام ده كله بالزبط ده اللي كان بيعملوه بطن البنت للأسف والبنت طبعا نص جسمها عريان و متبهدلة ومرمية على الأرض وهم بيتكلموا عادي وكأنهم بيتباحوا خروف أو بيتباحوا حاجة حلال يعني المنظر بجد بشع حسب الله نعمل وكيل فيهم ونصحش حد يا جماعة انه يشوف الفيديو عشان موده ما يتقلبش أنا مودة قلب ويه اتضايقت جدا بعد ما شفت الفيديو خلاص ده حرب اتمنى منكم اللايك للفيديو ده و يعني تشيروا في كل مكان عشان الناس تعرف الحقيقة وتكتبوا تعليقاتكم بتحت رأيكم ايه في اللي حصل واللي تقال أنا كده وضحت لكم التفاصيل بقدر الامكان كأنكم شفتوا الفيديو بالزبط تخيلوا كده معايا واحد مرامي واحد على الأرض ومسك بطنها وعمال يقطع فيها بالسكينة أو بالسطور وعمال يطلع منها المصارين فمش لازم تشوفوه لان دي في النهاية حر متميت فأتمنى منكم لايك على أقل عشان مصدقيتي مش هقولك يا سيدة عشان أنا وريتك الفيديو أنا ما وريتكش الفيديو مش هورك الفيديو وجاي معاك صريح مش هكدب عليك زي بقي القنوات هقولك تعليلي واتس أو تعليلي هنا أو تعليلينا عشان هورك الفيديو أو لازم تعمل لي كذا وتعمل لي كذا لا أنا مش كده ولكن عشان مصدقيتي وصراحتي معاك دي الوحدة تكفي يعني كفاءة أن في وسط الظروف والإشعاعات والكلام اللي بتقال ده في حد بيطلع يتكلم معاك بمصدقية وبكل صراحة وأمانة أشكركم جدا يا جماعة وبشكركم جدا على دعمكم المتواصل اللي هي هنا في القناة يا رب أكون دايما صادق معاكم ويا رب ننقل أخبار بكل مصدقية وبأمانة كان معاكم أستفعيد فرائتل